بالإسرائيل لا يقول أنه يوجد خلافات بينه وبين الطرف الآخر حركة حماس وقطر وإنما يقول بأن هذه خلافات داخلية بين قطر وبين حركة حماس وحول تفاصيل الصفقة التي تمت بلورتها والتي كان من المفترض أن تبدأ العمل فيها في الساعة العاشرة من صباح اليوم مصدر حكومة إسرائيل تطرق إلى هذا الموضوع في حديث لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية وقال أن عند وصول رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنيع وكذلك الميجر جنرال نتسان ألون المسؤولين عن ملف المختطفين عندما وصلوا إلى قطر لم يتلقيا قائمة أسماء الإسرائيليين الذي من المفترض أن يطلق سراحهم كان صباح اليوم وبالتالي فكانت هناك ثغارات في هذا الاتفاق وتراجع عنه طبعا هذا بحسب الرواية الإسرائيلية التي صدرت في صباح هذا اليوم بالإضافة إلى البيانات التي صدرت بالأمس من قبل رئيس مجلس الأمن القومي تسحيانيكبي والذي أوضح أن صفقة التبادل لن يتم تنفيذها قبل يوم غد الجمعة على أقل تقدير ما يعني أنه يمكن أن يتم تأجيلها إلى ما بعد ذلك لكن بالنظر إلى تصريحات الواد الردة من قطر من الخارجية القطرية رغدة والتي تتحدث عن إمكانية توقيع الصفقة في الساعات المقبلة فربما هذا يبقي فسحة من الأمل لعائلات المختطفين الإسرائيليين والرهائن في داخل قطاع غزة وكذلك عائلات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذي من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم ومعظمهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية بحسب ما جاء في تفاصيل الأسماء التي أوردتها بالأمس وزارة العدل الإسرائيلية